موسيقى موسيقى صباح الخير والروحانيات صباح المسامات والإيمانيات والنفحات شهر الخير والبركة والطاعة أهلا بيكم مشاهدينا ومشاهدي صحة وجمال هكون معاكم في حلقة مختلفة وحلقة جديدة من بيوت دافية لمدة نصف ساعة من دلوقتي ساعات معدودة ويهل علينا هلال شهر اللي أنزل فيه الكرآن شهر الطعاط والقرب من الله شهر جهاد النفس ما هي المغريات بتبقى كتيرة جدا حوالينا في الشهر ده شهر بتغلق فيه أبواب جهنم وبتفتح أبواب السماء وبتصفد الشياطين هيكون معانا النهاردة إن شاء الله ضيف كريم دكتور عاد المراغي من علماء الأزهر الشريف هيكلمنا في حاجات كتير تخص شهر رمضان وهنركز وهنصلت الدوق على إزدائينا استثمر رمضان وبيوتنا وقصرنا تستغل الفرصة العظيمة دي أحسن استغلال وما نضيعش ولا دقيقة ولا يوم من الشهر المبارك هنخرج فاصل ونرجع تاني واستنونا وبيوت دافية أهلا بيكم مشاهدينا ورجعنا مرة تانية من الفاصل وزي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل إن النهاردة هنركز إزاي وصارنا وإزاي بيوتنا تبقى في رمضان برضو بيوت دافية وده هيجي إن شاء الله من استغلالنا للشهر واستثمرنا ليه في الحقيقة أحب أرحب ضيفي كريم دكتور عادل المراغي من علماء الأزهر الشريف اللي هيشاركنا النهاردة الحلقة أهلا بك يا دكتور كل عام وحضرتك بخير كل عام وحضرتك بخير وكل العالم كله بخير والقبل الإسلامية بخير يا رب يا رب دكتور في البداية حابين نعرف وإحنا فيه ساعات تقريبا بتفصلنا عن الشهر الكريم وعن أول صلاة ترويح بيجي رمضان يطبطب علينا وبيجي رمضان يعمل لنا صطب لكل التوها وكل الدوشة اللي حوالينا وكل شتات القلب والهموم اللي أغلب الناس ومشاغل الحياة اللي أغلب الناس بتلف في دايرتها وفلكها بيبقى أحيانا بعض الناس بيقولوا إحنا مش حاسين بدخول رمضان مش حاسين بفرحة رمضان في حين أنه ربنا قال ومن يعبد مش عائل الله فإنها من تقوى القلوب ومن الدين أنه نفرح بالمواسم التعاط صحيح إذن نقدر ندخل بحجة والفرحة بتاعة رمضان في بيوتنا وخاصة أن الرمضان ضيف خفيف وضيف جميل وضيف سريع ولابد من حسن استقبله بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد طبعا حضرتك لفت نظري كلمة قلتها حضرتك بعض الناس بيشم رائحة رمضان والبعض الآخر لا يشم نعم طيب بعض الناس عنده زكام المعاصي طمست على القلوب وبأن 11 شهر النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحديث إذا أذنب العبد ذنبا نكتب في قلبه نكتب سوداء جاء رمضان حتى يطهر القلوب بعض الناس يشم رائحة رمضان أول رقب وبعض الآخر يشم رائحة رمضان أول شعبات والبعض الآخر في هذه الأيام يشم رائحة رمضان والبعض الآخر لا يشم رائحة رمضان حتى وإن خرج رمضان كل على حسب إيمانه إذا رق القلب راق وإذا راق حن واشتاق ورأى ما لا يراه الناس سيدنا يعقوب عليه السلام لما أخلص في الحب ليوسف شم رائحة قميص يوسف والقميص بمصر ويوسف ببلاد الشام وهكذا قد يجل الإنسان يستشعر طعم الجنة ويجد رائحة الجنة وهو في الدنيا كما قال سيدنا الربيع رضي الله عنه سعد بن الربيع قال أو أنس بن النطر وها لريح الجنة إني لأجد رائحة الجنة دون أحد على هذا الأساس كان عليه الصلاة والسلام دائما أبدا يبشر الناس بقدوم رمضان يجلس عليه الصلاة والسلام في آخر ليلة ملال لشعبان ويقول قد أتاكم شهر كريم مبارك جعل الله عز وجل صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا ثم يبشر النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الفرح المحمود سيدنا علي بن أبي طالب حضرتك مر بمساجد المسلمين في عهد سيدنا علي وجد أن المساجد مزهرة في شهر رمضان بالقناديل والمصابح كان أول من فعل ذلك عمر فماذا قال سيدنا علي قال نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا عاد من عادات الشعوب الإسلامية ومصر حاليا أنك تجد الزينة في رمضان والفرح بعد شهر الرحمة وشهر المغفرة لماذا حضرتك بنفرح لشهر رمضان أقول لكل المشاهدين شهر رمضان إن سيدنا الحسن البصر كلي كلمة تكتب ماء الذهب يقول لو قيل لأهل القبور تمنوا ما تمنوا إلا ليلة من الله لرمضان يعني لو خرج أهل القبور الذين سبقون إلى الله وقيل لهم ماذا تريدون يا أهل المقابر يقولون أن نريد أن نصوم معكم رمضان دائما وأبدا في آخر ليلة من الله لشعبان أو أول ليلة من الله لرمضان حضرتك وبتفقد كل من كان يوصلي مع الترويح أين خالق؟ أنا أسأل كل المشاهدين خالق ما فيش حد إطلاقا إلا وتجدي ربما الموت اختطف واحدا من أفراد الأسرة خالق أو عمك أو زوجتك أو قريب لك أو كذا ربنا عز وجل أراد بك الخير فمد لك الأجل تعرفي بلوغ شهر رمضان من أعظم نعم الله الدليل على كده يا سيدنا طلح سيدنا طلح حضرتك ذكر إنه في رجلان من قضاعة قبيلة من قبائل العرب هم اتنين إخوة أسلموا مع بعض في نفس اليوم واحد منهم استشد في سبيل الله والتاني أخر بعده بسنة ولكن مات على فراش يعني واحد سبقه بسنة اللي هو الشهيد والتاني أقعد بعده مدة له في الأجل سنة قال طلحة فرأيت الذي مات على فراشه قد سبق الشهيد إلى باب الجنة الله أكبر قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ففيما العجب أنت بتستعجب ليه ألم يصن بعده رمضان ألم يصلي بعده كذا الفركعة ولذلك جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله لابد أن نتساءل أول يوم من أيام رمضان عن هؤلاء الذين رحلوا وسبقون إلى الله كما قال الشاعر سألت الدارة تخبرني عن الأحباب ما فعلوا فقالت لي أناخ القوم وأياما وقد رحلوا فقلت فأين أطلبهم وأي جوا منازل نزلوا فقالت بالقبور وقد لكوا والله ما فعلوا وكما قال القائل كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني يعني جدير بنا أن نحتفل ربنا يبلغنا رمضان وإيامنا يا دكتور وكل من نحب ويعني سبحان الله أيام مفترجة وأكيد لازم أننا نجدد النية بداية من دلوقتي أننا إن شاء الله هنكون من الصائمين القائمين في الشهر لأن ربنا يعني في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا وإحتسابا ووفرى له ما تقدم من ذنبه يعني كلام حضرتك الشيء بشيء يذكر يعني خلينا أننا نبتد نجدد النية وننوي من دلوقتي أننا إن شاء الله نخرج منه مغفورين ونخرج منه إن شاء الله بأحسن حال طب يا دكتور بيحصل أن الناس بتبقى في رمضان مشغولة والبيوت بالعزمات وبأن هي عايزة تتبادل الزيارات ويبقى فيه خروجات في شهر رمضان في أغلب الشهر وفيه ناس تانية بتبقى عايزة تستثمر الوقت للطاعات إزاي نقدر نوازن بين أننا وقتنا ونستثمر أننا وقتنا ما نضيعوش أغلبه في الخروجات والعزمات ويبقى فيه وقت للطاعات عشان نخرج من شهر إن شاء الله من المقبولين والمغفورين حضرتك بلا شك في ظل أزمة كورونا طبعا الخروجات والعزمات والكلام ده قليلة فالإنسان ما عليه إلا يستثمر دقائق رمضان ولحظات رمضان الدقيقة في رمضان محسوبة الثانية لن تعود إلى يوم القيامة إياكم عزاء المشاهدين وقطاع الأوقات في رمضان مسلسلات ضياع الأوقات كل هذه الساعة التي تمضي لن تعود إلى يوم القيامة يعني الإنسان لو تصور أن هذا هو آخر رمضان في حياة هيعمل إيه؟ لو تصور الإنسان مننا دلوقتي أنه ليقابل رمضان مرة أخرى إلا عند باب الريان وليقابله إلا على حوض سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ممكن تكون آخر فرصة لنا وآخر رمضان لنا ربنا يرزق حضرتك والجميع الصحة والبركة في العمر هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا استنونا وفاصل ونرجع تاني أهلا بكم شاهدين ورجعنا مرة تانية من الفاصل وزي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل عن إزاي نقدر نوازن ما بين أوقاتنا في رمضان عشان نقدر نستثمر الاستثمار الصحيح حداكة دكتور كنت بتكلمنا عن أن يعني اليوم اللي بتعدي في رمضان هي دقيقة غالية ومش هترجع تاني يعني دائما وأبدا بأنصع في شهر رمضان نفسي وكل المشاهدين باستثمار ثلاث ساعات ثلاث ساعات لابد أن نحييه أو نحيي هذه الساعات الساعة الأولى حضرتك نحيي ساعة ما قبل الفجر وهي وقت السحر وقت السحر حضرتك هو الوقت الذي يتنزل فيه ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بذاتي هل من سائل فأعطيه هل من تائب فتوب عليه هل من كذا هل من كذا إلى أن يطلع الفجر وسهام الليل بتصيب نعم سهام الليل دائما وأبدا كما قال الشاعر سهام الليل صائبة المرامي إذا وطرت بأوتار الخشوع بأوتار الخشوع يصوبها إلى المولى رجال يطيلون الركوع مع السجود الله أب على هذا الأساس حضرتك وقت السحر وقت البركات والتجليات كان سيدنا عبدالله بن عمر يقول ومرنا أن نستغفر الله في وقت السحر سبعين مرة وقت السحر حضرتك وقت أهل الجنة صفة متأصيلة من صفة أهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون الساعة الثانية حضرتك بعد صلاة الفجر نذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس قال عليه الصلاة والسلام من جلس من صلى الفجر ثم جلس دلوقتي المساجد مغلقة نجلس في البيوت تذكر الله ممكن تقرأ جزء ممكن تسبح الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة للأبد الله سبحان الله والحمد مرة هكذا المهم من جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس فله أجر عمرة أو حجة وعمرة تامة 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 الساعة الثالثة حضرتك قبل المغرب ساعة التضرع ساعة نزول الملائكة لإستجابة الدعاء لذلك ربنا عز وجل من الأمر العجيب حضرتك لما تلاقي ربنا تبارك وتعالى بيتكلم في سورة البقرة جعل آية الدعاء بين آياتي الصوم آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تعرف الآية حضرتك بين قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بعدها وحل لكم ليلة الصيان ورفض إلى نسائكم طب ليه ربنا جعل الآية دي بين آياتي الصوم لأن الصائم له دعوة لا ترد كما قال عليه الصلاة والسلام خمس لا ترد دعوتهم وذكر منهم الصائم حين يفطر وفي رواية حتى يفطر وقال عليه الصلاة والسلام للصائم عند فطره دعوة لا ترد فنغتنم هذه الفرصة فرصة استجابة الدعاء لما الإنسان يفطر قبل أن يفطر بعشر دقائق ربع الساعة يدعو لنفسه يدعو لوالديه يستغل وقت حضور القلب ويبتدي أنه هو يتضرع إلى الله تعالى حلوة يا دكتور ربنا يرزقنا على له الهمة ويرزقنا حضور القلب يا رب إن شاء الله الله الأمين دكتور الحقيقة زي ما احنا عارفين أن الصيام فريدة مهمة جدا وركن من أركان الإسلام الخمسة الصيام مش بس صيام عن الأكل والشرب لا هو له مراتب ولو درجات ياريت حداك تكلمنا عنها الهدف من الصيام حضرتك وكل من العبادات ليس معناها أن ليس هي حضرتك وسائل أو أقول هي وسائل وليست غاية الغاية هي تقوى الله ربنا لما تكلم عن الصلاة إن الصلاة تنهى على الفحشاء والمنكر طبعا الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذه الغاية الصوم وسيلة والغاية هي تقوى الله والصلاة وسيلة والغاية تقوى الله والزكاة وسيلة والغاية تقوى الله قال تبارك الله عن الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فكل هذه العبادات شرعها الله عز وجل لأجل التقوى لذلك الإنسان منا في شهر رمضان لا بد أن يجعل مدرسة رمضان لتهذيب الأرواح وتنقية القلوب قسم العلماء درجة الصوم إلى صوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص وصوم العوام صوم العوام كل الناس بالصوم حتى البائم بالصوم حتى الحيوانات ممكن بعض الحيوانات بتصوم ولكن المراد بالصوم كما قال عليه الصلاة والسلام محذرا رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ليس الصوم هو الامتنع فقط وإنما أن تصوم جوارحك عن معاص الله وأن يصوم لسانك عن الكذب وعن الخوض في أعراض الناس وأن تصوم يعني لا يكن يوم صوم أحدكم كيوم فطركم ما فائدة الصوم لما الإنسان يقعد ويتكلم عن فلان وعلان وسين وصد ويقعد لا الصوم الهدف منه كما قالت مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا لا يتحدث إلا فيما يرضي الله كما قال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس قال ابن عباس كل كلام الإنسان عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ما ورد في قوله عز وجل إصلاح بين الناس فبالتالي هذا هو صيام الخصوص طيب خصوص الخصوص هو أن يصوم القلب عن خواطر ترد إليه وأن يصوم هذا القلب وأن يكون لله عز وجل كما قال سيدنا إبراهيم إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا يرزقنا وإياكم سلامة القلب وسلامة الصدق دكتور الحقيقة هو رب رمضان رب باقي الشهور وباقي العام الحقيقة إحنا كمسلمين مطلوب مننا أن إحنا نكون ملتزمين بالعبادات طول العام والطاعات بس هل رمضان بيبقى فيه مستحبات لطاعات معينة فيه بتختص بيها هذا الشهر مثلا زي العمرة الاعتكاف أو الدعاء أو أي شيء من هذا القبيل حضرتك رمضان هدية من الله للأمة المحمدية منحة ومحطة نتزود فيها إلى الدار الآخرة كلنا مسافرون عابرون كل إنسان له محطة ينزل فيها فبالتالي رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتون إلى الكبار طيب إلي ممكن نعمله تتضاعف الأعمال في رمضان كما تتضاعف أيضا السيئات في رمضان فتضاعف الأعمال هذه يجعل إنسان يفتح كل أبواب الطاعات من قراءة القرآن الكريم كما كان يفعل سيدنا مالك بن أنس إمام در الهجرة كان إذا دخل رمضان طاوى كتب الحديث وتفرغ تفرغا كاملا لختم كتاب الله كان يختم كل يوم مرة الإمام مالك هذا أمر ليس بعسير على بعض الناس يستغرب إزاي أقولك لو أنت عد تقرى سبع ساعات هتختم القرآن الكريم سبع ساعات تختم القرآن الكريم نعم واحد يعد سبع ساعات نعم زي ما تلاقي مثلا ابنك في البيت وفلان يعد على الشات مثلا سبع ساعات لأن قلبه قد تعلق بالشات تعلق مثلا بوسائل التواصل وقلوب السلف تعلقوا بكتاب الله والقول كما قال سيدنا عثمان لو صفت قلوبنا ما شبعت من قراءة كلام ربنا العمرة كذلك الأمر ودلوقتي الأمور صعبة بالنسبة للعمرة ممكن تعتمر وأنت جالس قابع في مكانك تذكر الله حتى تطلع الشم أو أفضل شيء ممكن يفعله الإنسان في رمضان حضرتك الالتزام بالثلاث ساعات اللي قلنا عليهم الصدقة ألا يمضي عليه يوم إلا وتصدق بصدقة ولو بجنيه واحد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان كان أجود من الريح المرسلة الأمر الثاني الأخطر من كده بسأل لإخوة المشاهدين سؤال ممكن السنة دي تصوم رمضان مرتين وثلاثة واربعة وخمسة والإنسان يموت وهو في قبره ويكتب له رمضان إزاي؟ قال عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا يعني حضرتك إن دلوقتي فطرت أربعة فطرت خمسة وإنت في البيت بتفطري أولادك وزوجك والكلام ده جدد النية فإنك تؤجري بكل شخص أنت فطرتيه حتى لو ابنك حتى لو جوزك حتى لو أي شخص من الأشخاص لذلك لابد أن نفعل هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام من فطر صائما ولو على تمرت أو مدقة لبن أو شربة ماء كان له مثل أجره واحد بعض الناس الجلل أعمالي فطر مثلا خمسين يكتب له خمسين يوم النهارة فطر مية يكتب له طب دلوقتي ما فيش حضرتك مائد الرحمن الوجبات المغلفة المعلبة ممكن تصل إلى ذويها الخير يسير كل ما فيه نعم وإنه لا يسير على ميسره الله عليه فهذه فرصة لاغتنام شهر رمضان شنط رمضان لا بد للإنسان دائماً وأبداً أن يضع في حسبانه أنه ليس من المفروض يطلح من الزكاة لا الصدقات العامة إفطار الصائمين كل هذه الأمور ممكن يغتنمها الإنسان في شهر رمضان تمام الحقيقة دكتور أبواب الخير كتيرة جداً في رمضان والأماكن اللي إحنا ممكن نتوجه لها تساعدنا أن ننصل لأي حد محتاجين نساعده يعني مفيش أكتر منها الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين فيه الحقيقة دكتور محرمات معينة المفروض المسلم يتجنبها في هذا الشهر يعني حاجات معينة المفروض أن نعرف أن هي دي هتنقص من أجري قصائم أو هتنقص من أجري كحد أتمنى أن أنا أطلع من الشهر من الفائزين نعم حضرتك إذا كانت الحسنات بتتضاعف في شهر رمضان فالسيئات أيضاً تتضاعف يعني ما نغتاب يعني مزاي الأشهر الحرم فقط هو رمضان مش من أشهر الحرم بس الأشهر الحرم بتتضاعف الحسنات وبرضو السيئات بتكون مغلطة ده ربما يفوق الأشهر الحرم شهر رمضان أفضل من أشهر الحرم باتفاق العلماء سيد الشهور كما أن يوم الجمعة سيد الأيام كما أن ليلة القدر سيدة الليال كما أن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله سيد الخلق فاختار الله عز وجل شهر رمضان أفضل الشهر على الإطلاق تتضاعف فيه الأعمال وتتضاعف فيه السيئات يعني ليس من عصى الله في شوال كمن عصى الله في رمضان لحرمة هذا الشهر أفضل من أشهر الحرم وله قدسية لأن ربنا اختصته بأن شهر أنزل فيه الكرآن نعم نعم وجعله كذلك الأمر تتضاعف فيه الأعمال وإلى الله عز وجل يعني كل له قانتون كل الناس في شهر رمضان حتى الحيوانات حتى كل الكائنات يعني قانتة لله وتجد بعض عصاة البشر خرجوا عن طوعي أو خرجوا عن هذا الأمر وسلكوا اتجاه آخر ولذلك الإنسان دائما وأبدا وبيجهروا بالمعصية يعني اللي مش صائم ربنا يعافينا أحيانا بيجهر بالمعصية يعني ربنا يهدينا جميع عن المفروض إن الإنسان حتى يستتر يعني المفروض ما ينفعش إن احنا نجهر بالمعصية في نهار رمضان ولا في ليلة رمضان الحقيقة لأن رمضان زي ما حدك بتقول هو يعتبر شهر له خصوصية وشهر مختلف سريعا كده يا دكتور نصيحة محتاجينها نحققها في الشهر الكريم ده كأي بيت مسلم عشان نحافظ على دفع البيوت والتماسك هو بيبقى فيه فرصة إن احنا نقعد على صفرة واحدة في الفطار وفي الصحور ويبقى فيه فرصة لالتقاء الأسرة بالكامل فالزوج والزوجة والابناء عشان يطلعوا من الغانمين من الشهر الكريم ده يعملوا إيه؟ دائما وأبدا حضرتك بيقول لابد من تفعيل ثقافة العفو والاعتذار التصالح التصالح بين الناس إحنا يا جماعة مصلة الأرحيم طبعا بنسأل ربنا أن يعفو عنا في ليلة القدر وتلاقي الوحي جيلك من صلاة العصر ويدعو جيلك من صلاة العصر عشان يحجز مكان في المسجد وهو أصلا لم يعفو عن زوجته ولم يعفو عن أخيه وناصبها العداء في المحاكم وناصب أخاه العداء في المحاكم أيضا إذا كنا نحن حضرتك نريد أن يعفو الله عنا في ليلة العفو فلابد أن نعفو عن عباد الله جزاكم الله خيرا يا دكتور أنا أحب أن أخذ من حضرتك المعنى بتاع العفو ده وثقافة الاعتذار ونأكد عليه إن شاء الله ويعني للأسف الحلقة وقتها انتهى جزاكم الله خيرا وحضرك شرفتنا ويا رب دايما حضرك تكون بتمفع عباده بعلمك وبفقهك أشكر حضرتكم مشاهدينا الحقيقة دي آخر حلقة آلية في موسم بيوت دافية إن شاء الله هلتقي مع حضرتكم في برامج أخرى وهي بالتزامن مع بداية شهر رمضان كل عام وحضرتكم بخير ورمضان أحلى مع طاعة الله رمضان أحلى مع ذكر الله أحلى مع القيام أحلى مع صلاة الترويح أحلى مع الكرآن أحلى مع الصيام أحلى مع بر الوالدين وصلة الأرحام أحلى مع الوالدين أحلى معksom 'm أحلى مع المفاق